مرحباً أجمعيني، كيف حالكم؟ اليوم هو مونده 14 ديسمبر 2020 أرجوك افتحوا بكتابة 44 الآن سوف نستمع استماع استمعوا وقفوا النام هناك بعض النام بيرد و بعض النام في عندي بعض أسامة طيور والصور سوان، بجعة، فلامنجو، طائر الفلامنجو أو النحام إيجل، نسر، بينجوين، بطريق، بيكوك، طوز إذن هون يا ميس بدي أكتب اسم الطائر تحت كل صورة إيجل، نسر، بيكوك، طاوز، بينجوين، بطريق، فلامنجو طائر فلامنجو أو النحام، سوان، بجعة listen again and answer the questions بعد الاستماع بدي أجب على الأسئلة طبعاً الأسئلة هون يا ميس مش للدراسة فقط ثقافة أسئلة يعني حسب ثقافتك أنت ومعلوماتك which birds live in, on, or near water من الطائر اللي بيعيش على في الماء أو على أو بالقرب من الماء طبعاً هون السوان lives on the water and near the water بيعيش على وبالقرب من الماء فلامنجو برضو lives on the water يعيش على الماء بينجوين lives in the water and near the water بيعيش بالقرب من الماء وداخل الماء which bird eats small animals من الطائر اللي بياكل حيوانات الصغيرة eagle النسر بتوقع والبينجوين بياكل small fish الأسماك الصغيرة which bird lives in the mountains من الطائر اللي بيعيش على الجبال برضو هون الإيجو النسر and the peacock توقع which bird cannot fly من الطائر الذي لا يستطيع الطيران بينجوين peacock and flamingo توقع ما بيقدروا يطيروا من الطيور اللي ما بتقدر يطيروا برضو للسوان كمان فقط الإيجو النسر هو اللي بيستطيع الطيران yes what do you think say why برضو هون أسئلة حسب اعتقادك أنت ولماذا يعني بدك تجاوب أنت بشو برأيك number one which bird is the most beautiful من الطائر الأكثر جمالاً which bird is the most graceful من الطائر الأكثر لطفاً أو جميل برضو which bird is the strangest من الطائر الأكثر غرابة which bird is the funniest من الطائر المسلي أو المضحك شكله مضحك which bird do you like the best من الطائر الذي تفضله أكثر إشي أنت شو بتحب من الطيور هاي أسئلة زي ما بدك أنت تجاوبها يعني now we will take phonics صوت الحرف اليوم ريامس كمان رح ناخد درس phonics صوت الحرف رح ناخد يامس عن letter a e with a في وسط الكلمة e with a in the middle of the world يعني في وسط الكلمة حرف e و a وكتير فيه كلمات بتيجي عنا بيكون فيهم هدول الحرفين بدي أشوف كيف لفظ الكلمات in the first read the sentence the swan's head is white the swan's head is white رأس البجعة لونه أبيض head إذن يامس الكلمة اللي فيها حرف e مع a نقرأها بهذه الطريقة head برضو في عندي هون بعض الكلمات in the cold winter weather weather wind blows the swan's feathers head under its its wing it is waiting for spring لاحظنا يا مثل الكلمات اللي أخذناهم اليوم head weather feathers head now look at the board ننقرأ بعض الكلمات يمثل فيهم حرف letter e with a in the middle of the word في وسط الكلمة مثل head رأس bread خبز spread يفرد أو ينشر thread خيط feather ريش weather طقس head رأس bread خبز spread يفرد أو ينشر thread خيط feather ريش weather طقس نقول الكلمات يا مسعى الدفتر وإحفظوا المعنى ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو ويعطيكم ألف عافية رؤيت شكرا